اعتصام مفتوح نفذه ناشطون حقوقيون وأقرباء بعض الجرحى في شارع جمال وسط مدينة تعز للمطالبة بتصرف حكومي مسؤول تجاه واحد من أكثر الملفات أهمية قوبل بالإهمال ومع عودة التضامن الشعبي مع قضية جرحى تعز البالغ عددهم نحو سبعة آلاف جريح بدأت تحركات يأمل المراقبون أن تكون هذه القضية إحدى محركاتها فقد أعلن عن توجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر أمس الثلاثاء إلى الرياض في زيارة عمل هي الأولى منذ عودته والحكومة إلى عدن وبحسب وكالة الأنباء الرسمية سبع التقى بن دغر نائب رئيس الجمهورية الفريق الروكن علي محسن الأحمر وبحث معه قضية جرحى تعز وبحسب الوكالة وجه نائب الرئيس بسرعة تشكيل لجنة لحل مشكلة جرحى تعز عبر وزارة الصحة العامة والسكان والجهات المختصة وأكد الأحمر على أهمية سرعة معالجة جرحى الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في مختلف المحافظات وخاصة تعز وهناك أمل أن تؤدي توجيهات نائب الرئيس إلى معالجة جذرية وسريعة تكون فيها جهود الحكومة فعالة وغير مسبوقة لحل قضية الآلاف من جرحى تعز بعد إهمال رسمي طويل الأمد ترك ظلالا قاتما على مصداقية الحكومة الشرعية ودور الرئاسة اليمنية بكامل قوامها تجاه جرحى تعز أكثر المحافظات اليمنية تضحية ومعاناة في سبيل هدف اليمنيين الواحد ومصلحة الشعب العليا والمتمثلة بدحر الانقلاب الإمامي المدعوم من إيران ترجمة نانسي قنقر